مرحبا بنات وأخيرا في قولكم أنه جاءت لكم بفيديو جديد بآيديا جديدة خلينا نختار الدراس اليوم وندخل بتفاصيل الفيديو اليوم بفيديو اليوم حنشتري أي شيء أخضر بنشوفه في المحلات وفي هدايا موجبي سوف نحن نستطيع أول شيء بعرفوني الفيديو قصير بس اعذروني اعذروني هاي فترة دراسة كتير كتير دراسة يعني الشيء أسبوع دخلنا بس يا في دراسة كتير خصوصا إحنا العلميين أني ويمهم أي شيء أخضر راح أشتريه وكمان حاب أقولكم أنه نزلتكم بوست على المنتدى بحسبب اليوتيوب صور لأيدي داخل المدرسة وكانوا كتير حلموا كتير حبيت الصراعة وكتير حبيت تعليقاتكم حارث لكم بعض التعليقات في بنت سألتني قالت لي إذا أنتوا تلبسوا أي شيء تابونه يعني أحنا نلبس أي شيء نحبه بس بصرط أنه يكون في مئزر أو هذا الشيء الأبيض اللي بالصورة الثانية فايا وهلأ كما شفوا رحت على هدائي المعجبين بعدما تسوقتوا أنه يتسوق لو مشاريت من كل المحلات أي شيء أخضر رحت على هدائي المعجبين تسوقت كمان شفت أجمل حدث ممكن تشوفوا بحياتكم بس فيه فقط واحد حدث أخضر أما الباقي بألوان مختلفة سأنا قلت بأخذ حدثين الثالث ما عرضه بالفيديو بس والله كثير كثير حلوين المهم بنات عندي أفكار فيديوهات عندي فيديوهات بس لستعلي المونتاج هذا أكثر شيء ما بحبه هو المونتاج كثير بأخذ وقت المهم أنا هيك عم أتحدث معكم من جهة في هي دردشة ومن جهة أخرى أنتو عم تفرجوا الفيديو لأنه من زمان ما حكيت معاكم كثير يا ربي المهم صح الفيديو آخر فيديو شيء ست أيام سبع أيام بس أنا حاسة وقت طويل بس أنيوي حب أقولكم بالنسبة البنات اللي سألوا عني وكذا فإنه يا شعري الطويل صحيح صور طويل وتعرفت على أصدقاء جديد بالمدرسة جديدة بالثانوية خلالي نقول الثانوية فيا كثير حكثير حلوين كثير طهيبين أنيوي أحيانا كذا بيجيني مثل اكتئاف صراحة أنو مثلا ما حب أدرس في ذاك المدرسة حب أرجع المدرسة لأنني ما ما بعرف لي المهم كذا اشتياق الليوي ما بعرف لي عم أخرج عن الموضوع الفيديو دائما إذا عملت كذا فيديو أنا بحكي دائما بخرج عن الموضوع الفيديو المهم هذا الفيديو اللي عم بتشوفي هلأ تبه هدي المعجبين أخذ مني خمس أيام تصوير يعني أدرس ثمان ساعات باليوم أجي أربع ربعة مساء أو الخمسة مساء بوصل للبيت فكتير كتير تعب وأدرس يوميا من الصبح للمساء إلى يوم الثلاثة فأدرس فقط الصبح المهم ما نخلج عن موضوع الفيديو كتير بس يا صورته بفترات متقطعة ولحد الآن ما أخذت الحدث رقم ثلاثة لحد الآن بقي لي قطعتين وبحصل على الحدث رقم ثلاثة كتير تعب وإذا أنتو حصلتوا على الحدث رقم ثلاثة أولا بس خليني أنكم أنه الحدث مرة مرة يجنن يجنن يعني تعرفون كلمة إشي يجنن يا يجنن كتير كتير خصوصا الحدث رقم ثلاثة كتير حبيته وثلاثة يعني كتير حبيته بس يا ما بعرف إذا حصلوا عليه أو لا دعووا لي أنه حصلوا عليه وقولوا لي إذا أنتو كملتوا كل الحدث أولا وبعرف بنات أنه كتير كتير منكم طلب طريقتي في هذه المعجبين وفي المكافآت الإستنائية بس ما في وقت والله ما في وقت أبدا وأنا في مقطع من هذا الفيديو ما حصلت على ضريبة من واحد إلى خمسة وثلاثين حصلت على ضريبة واحدة فقط وبس والله ممكن أزلكم بطريقتي إذا كان عندي وقت إن شاء الله وكان هذا فيدو اليوم أتمنى أنه حبيته إذا حبيته لا تستطيعوني أراءكم حول الفيديو بالكوميت لأنه كتير كتير بتهمني وشير مع أصدقائكم اللي حبوا لعبة مليكات الموضة إلى المرتقى في فيديو آخر باي I love you guys تابعونا نحسي بالانستغرام queenragad2020